معاونا مش معايا. فيه انازر ارتري حقير جدا. طالع من القرش وزق ورطة. ورايح ليه الاسمس. بيسموه حتى اسمه يعني ليطاق. سيرويدي اما ارتري. سيرويدي ارتري. سيرويدي ارتري. سيرويدي ارتري. سيرويدي ارتري عرف جاي منين. الاهم بقى. حبص الاقي. ان هوت جاي الاكسترنال. الاكسترنال لارانجيال ارتري. ماشي مع السوبير ده هوت. ويجي عند الجلاند سايبها. عشان يروح يغزي الكريكو سيرويدي مصل. وزلك السوبير سيرويدي ارتري is related to the external لارانجيال نار. وايكسترنال الجلاند من البوك . لكن ده كله أنا قلتها بلا ك ده كله قبل كتيرة. كريكو سيرويدي ارتري. وده الاكسترنال لارانجيال نار. ولذلك دورنج سيروديكتومي. لازم اقفل سوبير السيرويدي Voyagtrile etrusencyrit attribute. عشان لما اقطع في الثارويت جلان يبقى ما فيش دم. فلازم في الدور الانكسروليته لازم الاتنين يترابح. فلما جربوا الدا ممكن عور مين? الاكسرنانجنة. يحصل براسل لمين? كريوكو سارويت مصل. العيانة يحصل لها ايه? لو منوتنوس فيويس. لو منوتنوس فيويس. لو منوتنوس عملية. بيتربط على اي متى? during ligation of the superior steroid artery. to avoid this انا قلت لكم قبل كده. the superior steroid artery should be ligated towards the gland. لان في المساينة هو النرف بيسي ويمشي. فعشان كده the superior steroid artery should be ligated towards the gland. near the gland. at the upper border of the gland. عشان اضمن انا ما اعورش مين? الاكسينة. لانه فوق الاثنين ما اشين مع بعض. لو ربطه فوق ممكن اعور. لكن من تحت مش هعوره. لان ده بيبدع عنا. دي اول حاجة. الحاجة التانية. محدش احسن من حد. ده في نيرف هنا في نيرف كمان. recurrent laryngea nerve سواء كان هنا وهنا. هزا recurrent laryngea nerve بيمشي ايزا انفرانت للبرانشز تاعت الانفيرو. او وزن البرانشز او بصيرو الليه المهمة related للبرانشز داي. ده recurrent laryngea nerve. laryngea related للانفيرو سيروية artery branches. وبيدخل في قصة البرانشات بتاعته. ولزالك الانفيرو سيروية عشان اربطه. لازم اربطه من الجلاند. ليه? عشان ابعد عن لنده داخل في قصة البرانشات هربطه ازاي هن. لازم اربطه away from the gland. as not to injure the recurrent laryngea nerve. واحنا الانجر خدنا الانجر بتاع recurrent laryngea nerve. خدنا يوني لاترال وبايلاترال. وليوني لاترال بارشل وكمبيلاترال. خدناهم اللي ايه? خدناهم. صح? فاحنا اخدناهم. فالاثنين اربطه دولت. can be endangered during cyrodectomy. الركاناترالنجيال نارف. والكسيراناترالنجيال نارف. الفين. ادي الانترنال جاغلور فين اهو. الانترنال جاغلور فين اصلا بيتحد مع السبكليفين فين. ويعمل لي مين? الرايت بريكيو سيفاليك فين. والناحية التانية برضو بيتحدوا مع بعض. ويعمل لي لفت بريكيو سيفاليك فين. وليفت بريكيو سيفاليك فين. والرايت دي يعملو سوبيرو فين اكيدا. صح? ولا لا غلط? تمام. فلعندي بتاعة السيرويد زي ما فيه سوبيريو سيرويد فيه سيرويد فين. بيصب في وفيه ميدل سيرويد فين. بيصب في إنما الانفيريو سيرويد فين. البرانشات بتاعته دهيت تتحد مع بعضها وتعمل وان فين يصب في اللفت بريكيو سيفاليك فين. الانفيريو سيرويد بيصب في اللفت بريكيو سيفاليك فين. لكن التانيين انتنا جاجلر انتنا جاجلر. يبقى عندي ثلاثة فين سوبيريو سيرويد فين انتنا جاجلر فين. ميدل سيرويد فين انتنا جاجلر فين. لكن الانفيريو سيرويد فين من ناحيتين بيعملوا واحد يصب في اللفت بريكيو سيفاليك فين. يعني كده هو قاعدين انت عارف انت عارف زي ايه? زي اللي قاعد يقول امتى يمشي من هنا. قاعدين كده هو تقول صبري. وبقى انتو اللي زمات استحملي استحملي. خلاص قربنا 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 قربنا. استحملي استحملي. زي ما كون عفريت على دماغه. انا بقى 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 تمام. بصوا بقى. الفين الوحيد اللي فيهم ده. حلا فيه خاصية معينة. ما هي هذه الخاصية التي تفرق عن البقيين? وايد. واسع. اوسع منهم. وايه ده طب ده هيهمين في ايه? يهميني. لما قبل السيرويد جي لان بربط الارتري دهو. وربط الارتري دهو وجيه اطعو. والفين دهو اجي مربطه من هناها او مربطه من اهو وبطعو. الفين ده هو اجي مربطه من اهو ومربطه من اهو لكن ده فيري شورت. يدوب حربت على الارض الى حتة صغيرة جدا. فممكن فيري كومن يحصل لها سليبينج. سليبينج يعني ايه? تقطع. لان حتة صغيرة اللي مسكاها فتيجي فكة. وفيري كومن يحصل فكة. وفيري كومن يحصل بوست اوبراتيف هاموريج. بوست اوبراتيف هاموريج في السيرويد جيلاند المسئول الميدل. الميدل. الميدل مين? سيرويد فين. لكن التانيين طوال. هلا المسافة طويلة اربط فيها حلو قوي. ويمكن تفك. انما ده يعني يدوب انا ربطه. عشان كده بوست اوبراتيف. بوست سيروديكتوم هاموريج. ابوص هلا فيه نزيف هلا فيه سويلينج. مكان العملية. والعيان ديسنك. وفيه لان السويلينج ده هو تضغط على التراكية. فبصة الله فيه ديفيكلت في البريزنج. وسويلينج. لما لا ديفيكلت وبريزنج وسويلينج ورابط السويلينج. اعرف ان ده هاموريج. وده مستوى بروبول. الميدل. الميدل سيرويد فين. ولازم افتح وفضيه واربط تاني. برضو دي عليها سؤال. بوص سيرويد ايكتوم هاموريج. والمستوى بروبول كوز ميدل سيرويد ايه. ميدل سيرويد ايه. ميدل سيرويد ايه. ميدل سيرويد فين. كواس الحمد لله انكم صحيحين. انا افكر ايه يعني ده اندكيت انكم still living. لان اصلا بسطهم in one way and one direction وبتحرقش. يعني تلقى بصة كده هوت. وتلقى بصة كده هوت. ليه? لانها مش مش اورينت. طب مش عارفة هي صحيحة ولا نايمة ايه يعني. فكواس انكم ايه ميدل سيرويد فين. ميدل سيرويد فين. طب بنسبة للمفاتيك درينج. بتاعتها. واللمفاتيك درينج ده هي طبعا مهمة عشان الكارسنومة of the syroid gland. بالنسبة للمفاتيك درينج. حمسك اللوب. اقسم اللوب. الابر بارتو تاع اللوب ده يروح للابر. ديب. سيرويد لينف نود. حوالين الانتنال جاغلر. ابر ديب سيرفايكال. اللوور بارت بتاع اللوب حيروح لللوور ديب سيرفايكال لينف نود. سهلة دي. اجل الاسمس ده. الابر بارت بتاع الاسمس حيروح للبري لارانجيال. لينف نود. واللوور ده هيروح للبري تراكيال والباراتراكيال لينف نود. البري تراكيال والباراتراكيال لينف نود. ده للمفاتيك درينج بتاع السيرويد جلان. تزوح للابر ديب سيرفايكال لور ديب سيرفايكال. بري لارانجيال بري تراكيال. وممكن تطلع للساب منديبلوس ريفي جلاند والساب منتل. اللي عم كان لايه كارسنومة في السيرويد جلاند. ولا دول كلهم ما كبروش. اللي كبر الساب منتل. ودي كاركتريستيك ايضا للسيرويد جلاند. ان الكارسنوم بتاعتها كان باي باس الريجنال لينف نود. وتوحل حتة بعيدة. ده الايه? اللي نفاتيك درينج بتاع السيرويد. آآ جلاند. ده بتاع السيرويد جلاند. طيب. بنسبة لي الهستولوج بتاع السيرويد جلاند. السيرويد جلاند بتاع السيرويد جلاند. متغطيها بكابسول. والكابسول ده بتبعت سبتة جوها عشان تقسمها الكمبارتميند. وكل كمبارتميند في الفوليكلز. سيرويد فوليكل. سيرويد فوليكل. سيرويد فوليكل. وكاركتريستيك في الهستولوج بتاع. هزي القيد دي سيرويد فوليكل. وكل فوليكل عبارة عن ابسيليم دهو. كيوبويدال ابسيليم. سيمبل كيوبويدال ابسيليم. وهزا الابسيليم دهوت. ليه بروتروجاند من السيرفز بتاعته. مايكرو فيلاي. هزي السلزة هي هي اللي بتعمل التي سري والتي فور. التي سري والتي فور بيتعاملوا بيها. ويتحدوا مع سيرو جلوبيلين. ويعملوا الكولويد. والكولويد هو اللي مالي السيرويد فوليكل. الكولويد احمر. كل فولك البترية دي. ابسيليم. كيوبويدال ابسيليم. وكولويد في النصف احمر. هزا الكولويد عبارة عن تي سري و تي فور بايندينج. والسيرو جلوبيلين فورمينج ديس كولويد. انتو خدتوها في الفيسيولوجي? لا. ولا خدتوها في البيو? لا. لسه ما خدتوهش ولا اللي هتاخدوها? لسه لسه اتاخدوها. تمام. هتعرفوا ازاي بيعمل تي سري و تي فور الحاجات دي كلها. لكن انا اللي يهمني شكله. منظره. ثانيا. هبص لقي بتوين الفوليكل اللي ده هيت في فيبرس استرومة. هزي الفيبرس استرومة ده هيت مليانة بلود فيسلز. وفيها سيلز. اناثر سيلز. هزي السيلز ده هيت بتسمى البارا فوليكلر. او بيسموها السي سيلز. يبقى سيرويد فوليكل. والبارا فوليكلر سيلز. السيرويد فوليكل دي اللي بتعملي تي سي تي سيرويد فور. لكن هزا البارا فوليكلر سيلزة هي ايه اللي بتفرز لهرمون اسمو السيرويد ايه? ايه? كالسيتونين. او كالسيتونين. كالسيتونين. هزا الكالسيتونين ده هوت طبعا انت عارفين اهمية انهو بيعمل ايه? انكريزنج الايه? والادي بيعمل دي كريز. انتم ما خدتوش سه? خدتو. بيعمل نورنج للباط كالسيوم ليبل. ايه? 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 البراسيورويد هرمون خدتو. ده بيزود الكالسيوم ليبل. وبياخد الكالسيوم من البونز يحطو في البلد. وبيعمل انكريز ابسوربشن من الديسة التوبولز. بروكسيما التوبولز تاعت الكيدني. والانتستين. عشان كده البراسيورويد هرمون يزود البلد الكالسيوم ليبل. لانه شغال على البون كمان. ادي البون اها? وهزي فيه استيوكلاست. هزي الاستيوكلاست اللي بتكسر البون. وتنزل الكالسيوم في البلد. الباراسيورويد هرمون بيستيمولات الاستيوكلاست. فعشان كده يلاقي البون بيكسر كتير جدا. والكالسيوم اللي فيه يزود في البلد. حكسه بالزبط الكالسيوتونين. الكالسيوتونين والاستابيلايز والانهيبت الاستيوكلاست. عشان كده بيخلي البون يروح للعضل. وما يطلعش من العضل. وينزل البلد كالسيوم ليبل. عشان كده هزا الكالسيوتونين بيستعملوه كدرج في الاستيوبروزيس. انتو عارفون الاستيوبروزيس? ديكريس كالسيوم في البونز. فبيدلو كالسيوتونين عشان يينهيبت الاستيوكلاست. فما تكسرش بون. وهو ثانيا تعمل ديبوزيشن للبون بايزا استيو بلاست. فتزيد البون دينستي. ها? ما هي ده الاستيوكلاست. لما تكسر العضل. الكالسيوم والفسر اللي فيها هيروح فين? هروح للبلد. طب انت قلت انهيبش ان هي بتعمل انهيبش ان الاستيوكلاست. ما تكسرش حاجة. فلما ما تكسرش حاجة مش هتطلع كالسيوم زيادة. ثانيا مش هتاكل البون. فالبون دينستي هزيد. عشان كده بستعمله في الاستيوبروزيس. عشان ازود البون دينستي بتاع الكالسيوم بون دينستي. انفهمت قصد ايه? كالسيوتونين. وادي الفوليكل. طيب. لو انا عندي هايبر سيرويد فانكشن. زي مثلا ايه? هايبر سيروديزم. يعني الجلاند بتنزل كميس سيروكسين كتير جدا. هايبر سيروديزم. وعندي واحدة عندها هايبو سيروديزم. وخدت هستولوجي من الجلاند دي وخدت هستولوجي من الجلاند دي. ازاي افرق ان دي هايبر سيرويد ودي هايبو سيرويد جلان. اه? اللي عندها هايبر. هايبو. ايه ايه يعني? الفوليكل هتكون كبيرة. ده في الهايبر? في الهايبر او الهايبو? هايبر. هايبر. وفي الهايبو? صغيرة. صغيرة. غلط. غلط. غلط دليل انكم نمتم ولا تحضرون المحاضرات. لما يحصل فيه هايبر سيكريشن معناه ان السيلس دي هتاكل الكولويد. عشان تنزل سيرويد. فالكولويد هيبقى صغير. فلاقي حجم الفوليكل صغير. والفوليكل والسيلس ده هيت عشان ده صغير بقى شوية. كيوبويدل. او سمول طولار سلم. ولاقي ده صغير لانه بيتاكل. عشان تنزله سيروكسين. ما اللي هتنزل منه. انما اللي ما بتنزلش دي هلاقي السيرويد فولكي الكبار. والايبسيليم ده هو فلات ايبسيليم. ليه لاني ضغط عليه. والكولويد كبيرة او. ففيه سيكشنين على فكرة موجودين عندنا في العملي. في واحد هيبر سيرويد وواحد هيبو سيرويد. والاتنين بينزلوا. وبينزلوا مع بعض. ماهو? شوف الفوليكل. لديت الفوليكل كبيرة هيبو. لانها كسلانة السيرويد السيرويد الموجود وبيتحوش. لديت الفوليكل الصغيرة ده هيبر اكتف. دليل ان ايه? انها بتاخد. انت فاهمين حاجة? فلازم اخلي بالي من دي. وانا احق فاك توز عشان ايه? انتو عندكم معيصة. هتمشوا. بس Mul «بس المين؟» لل Lucial. شكرا